اعتقلت الشرطة الإسبانية عنصرين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم القاعدة أحدهما من أصل جزائري والآخر مغربي وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن كليهما ينتميان إلى خلية متطرفة قريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأقف المشتبه بهما في سرقستة في شمال إسبانيا وفي مرسيا جنوب شرق البلاد إثر تحقيق تم بالتعاون بين الشرطة الفرنسية والإسبانية